تعينات عديدة قام بها وزير الأعلام زياد مكاري في تليفزيون لبنان اعتبرها البعض فاقعة بينما القسم الآخر هلل لها فماذا يجري في كواليس المحطة وما قصة هذه التعينات التي يقوم بها الأخير كما بات معلوماً أن خلافاً وقع بين الوزير مكاري والحارس القضاء لتليفزيون لبنان فيفيان لبوس بسبب رفض الأخيرة لاقتراحات تعينات اعتبرتها عشوائية قام بها الوزير ولا تراعي أدنى شروط الكفاءة والتوزيع الطائفي وانتهى الخلاف الحاصل بإحفاء لبوس من مهامها بعدما وجهت لها سلسلة انذارات بسبب عدد من الأخطاء الإدارية التي ارتكبتها على حد قول الوزير فبالتالي أصبحت مهام لبوس موكلة إليه خمس مديريات مهمة في تليفزيون لبنان عين مكاري مدرائها بطريقة اعتبرها البعض غير عادلة بين المسلمين والمسيحيين وضارباً بعرض الحائط مبدأ المناصفة حتى باتت التعينات على الشكل التالي مديرة الأخبار دين رمضان من الطائفة السنية مدير البرامج هيثم كالوت من الطائفة الشيعية مدير الإرسال سعيد أبو ظاهر من الطائفة السنية مدير إداري غادة العريض درزية أما بالنسبة للمدير المالي سليم أظان من الطائفة الأرتودوكسية ولا بد من تسليط الضوء على أن الوزير زياد مكاري عين السيدة وفاء حيدر من الطائفة الشيعية في منصب مساعد مدير عام تليفزيون لبنان المخصص للطائفة الكاتوليكية وكلفها جميع المهام الإدارية علماً أنه بعد أعفاء الحرس القضائي في فيان لبوس كان من الأجدى على الوزير إما تعيين شخصاً بديلاً مسيحياً أو نقل مهامها إلى المدير العام المساعد ألا وهي السيدة ندا صليبة؟ للوهلة الأولى يبدو الموضوع بسيطاً وكأنه يقتصر فقط على توزيعاً غير عادل للمناصب في تليفزيون لبنان لكن خوفاً كبيراً يتربص بعض المرجعيات المسيحية التي تتخوف من أن تكون هذه التعيينات صورة مصغرة عن طريقة الحكم المقبلة في حال انتخب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية لأن على حد قول المصادر أن الوزير مكاري محسوب على تيار المردة وكما ضرب المواقع المسيحية في تليفزيون لبنان كذلك سيضر بفرنجية المواقع المسيحية في الإدارات كافة مصادر وزارة الأعلام نفت كل ما تقدم وأكدت أن الوزير مكاري يعمل على مبدأ التوازن الإسلامي المسيحي ولم يعطي أي امتياز لطائفة على حساب طائفة أخرى فمنصب مدير الأرشيف في تليفزيون لبنان عرفاً لطالما كان يشغله شخصاً صنياً إلا أن الوزير سلمه مؤخراً لشخص مسيحي ومقرب من القوات اللبنانية عملاً بمبدأ التوزيع الطائف العادل وكذلك المديرية التقنية فالمدير عرفاً هو شيعي أما الوزير مكاري سلم الإدارة لشخص مسيحي ومقرب من التيار الوطني الحر إذن فالوزير مكاري يكرس مبدأ التوزيع الطائفي لم يقف الأمر هنا عند حد هذه التعيينات فالممتعدون من قرارات الوزير اشتكوا أيضاً وعلى حد قولهم الوزير مكاري يتجه بقرار فردي ومن دون استشارة أحد أو حتى أي دراسة مفصلة إلى التخلي عن ممنى التليفزيون في الحزمية الذي يتمتع بمساحة كبيرة وباستيديوهات ضخمة لصالح المنتج صادق الصباح لجعله مبنى مخصص للإنتاج وبالتالي سيخسر تليفزيون لبنان قدرة التوسع والتقدم لأنه سيبقى في المكاتب القديمة والاستيديوهات الصغيرة في تلة الخياط كما وتزيد المصادر الوزير مكاري في قيد الاتفاق مع المنتج الصباح الذي يمثل اتحاد المنتجين العرب في لبنان على أعطاء الأخير أرضاً من الأراضي التابعة لوزارة الأعلام وتليفزيون لبنان في منطقة فيع من أجل استقطاب مستثمرين قطريين لإنشاء مدينة إنتاج تليفزيوني في لبنان علماً أن هكذا مشاريع تتم عبر مناقصات وتلزيمات وليس عن طريقة اتفاقات ثنائية أو شبه سرية عرضنا لكم أبرز التعينات التي قام بها وزير الأعلام والتي لم يشتم حولها الجميع والآن السؤال لكم أيها المشاهدون كيف قرأتم تعينات الوزير مكاري؟ وهل رأيتموها تخدم طائفة على حساب طائفة أخرى؟ شاركونا تعليقاتكم شكراً لكم